تطعيم اليرقات يجب اختيار الأداة المناسبة والتدرب عليها حيث يوجد أكثر من نوع من إبر التطعيم يجب توفير مصدر إضاءة وتغطية قرص الحضنة بقماش مبلل بالماء حتى إتمام التطعيم اختيار يرقات في عمر أقل من يوم إجراء التطعيم حيث نقل اليرقات من العيون السداسية للكؤوس يفضل نقل اليرقة بجزء من الغذاء الموجود أسفلها يجب نقل اليرقة على نفس وضعها الأصلي في العين السداسية حتى لا تختنق قد يوضع غذاء ملكات مخفف في الكأس قبل نقل اليرقة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر